تحرص القيادة السياسية دائماً على توجيه الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار وأكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبذل قصار جهدها لتنفيذ خطط التنمية التضحيات التي قدمتها قبائل سيناء خلال الفترة الماضية محل اعتبار وتقدير هكذا يؤكد دوماً الرئيس عبد الفتاح السيسي عند ذكر أهالي تلك البقعة الحبيبة والعزيزة التي ضح من أجلها كل المصريين عبر التاريخ وفي شهر أبريل الماضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة تزامناً مع ذكر انتصارات العاشر من رمضان حيث التقى مقاتل قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتل الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وشاركهم الإفطار وخلال كلمته في حفل الإفطار مع جنود وضباط سينا شدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستدعم وتعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر فأنا أقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وحندعمها وحنعززها أكبر صحيح مش بس هنا حتى في كل يعني في الغربية هنعمل كده وفي الجنوبية هنعمل كده فيه دور بيقوم به دلوقت يعني في هذا المجال لكن أنا بأكده أن إحنا كدولة هنأكد ونرسخ ومش حاولنا استعيد لأن الدور موجود لكن هنعززه أكتر من كده وفي شهر فبراير الماضي شهد الرئيس السيسي فعالية تفاقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وعمار سيناء بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية حيث أكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالين في سيناء أن الدولة تبزل قصار جهدها لتنفيذ خطة التنمية وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا أن نحن النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وزام أنتوا بتقولوا كده أن الإرهاب اللي كان موجود ولي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس الحياة حياة الناس لأن ما فيش أمان الناس ما يتعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في أمان الناس ما تبقاش عايشة فالحمد الله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد اتحلت المسألة احنا بعدنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار بشكركم وبشكر أهالي سيناء تاني، احنا واحد، احنا واحد، احنا واحد مش عايزة، يعني أنا ما يصحش أقول أهالي سيناء لنني ما أقولش أهالي لقصر ولا أهالي أصوان لكن ساعت لما بيكون عندهم نقول كده احنا واحد، احنا مصريين، ودي بلدنا، ودي أرضنا نخلي بلدنا منها ونموت عاشاًها فسلاماً وإكراماً وعرفاناً واعتزازاً لأهالي سيناء ولشهدائهم الذين ضحوا من أجل أمن وأمان مصر شكراً لكم